مشاهدين كعادتنا معاكم في صباح الخير يومصر دايما بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح ومن أهمها عقد سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجتماع تابع في مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية النتجة عن الأزمات العالمية المتلحقة واللي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التنموين متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعالية وكفاءة لسد الفجوة التنموية التنموية للدول النامية خلال الاجتماع كمان وجه سيدة الرئيس بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التنمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتير التحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة خصوصا من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة اكتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية النتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعلية وكفاءة لسد الفجوة التنموية التنموية للدول النامية كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التنمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص لسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وعرضت الدكتورة رانيا المشهد كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحجد التمويلات المطلوبة وأليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أوجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة لسيمة من خلال استحداث أليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة إلى جانب الاستفادة على أفضل نحوه من الأليات القائمة مبارح كمان استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي سباستيان لكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي وده بحضور الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة وخلال اللقاء استعرض سيدة الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل لوقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سباستيان لكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي صارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير القوات المسلحة الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مشيدا بعلاقات التعاون المتنمية بين البلدين في جميع المجالات ومعربا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها لسيما على صعيد التعاون العسكري وقد نقل السيد الرئيس تحياتي للرئيس الفرنسي وتم استعراض صب لدفع العلاقات المتميزة بين الدولتين أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنيب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجنب من جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ترجمة نانسي قنقر